الصين بكل المعايير انتقلت خلال فترة وجيزة من الصورة التقليدية التي عرفت بها كمصنع للعالم في الصناعات متوسطة التعقيد والتكلفة والتقدم التقني اليوم الصين بكل المعايير تقود في المجالات ذات التقنية الفائقة والمعقدة سواء كانت النقل القطارات السريعة والسيارات الكهربائية الطيران والفضاء رأينا الصين تدخلها وبقوة في مجال تقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي الحوسب السحابية وأجهزة الحاسب الآلي المختلفة مجالات الصحة أيضا والصيدلة والأدوية وما إلى ذلك كلها بدأت الصين تتقدم فيها وبشكل متسارع جدا المملكة قوية في كثير من هذه المجالات ونطمح أيضا أن تكون المملكة في القيادة في كثير من هذه المجالات ونجد الشراكة مع الصين وبالذات الشراكة عن طريق الاستثمار في المملكة هي مفتاح تقدم وتنوع اقتصاد المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جولتنا هذه وفي استقبالنا واستقطابنا لكثير من الوفود الصينية والشركات الصينية دائما نطمح أن نجد شراكات فيها مكاسب مشتركة للشركات الصينية التي تدخل في شراكة مع المملكة وللشركات السعودية وأيضا فيها مكاسب للشعبين الشعب الصيني والشعب السعودي وهي في كل حال ستكون متوافقة مع استراتيجيات البلدين